هاجمت قوات الأمن العراقية مطار المصر ليوم الخميس في محاولة للتحرير لغربها فأفاد التلفزيون الحكومي أن القوات اقتحمت مطاراً مجهولاً وقاعدة عسكرية قريبة من جنوب المدينة وتامل قواته استخدام المطار كنقطة انطلاق لعملية كبيرة ضد داعش في غرب المصر وقال متحدث باسم جهاز مكافاة للهابة أنها ليست سوى مسألة وقت حتى تتم القوات العكومية سيطرتها على كامل مدينة تأتي هذه العملية بعد شار واحد من طارد داعش من شرق الموصل وقال مسؤولون أن حوالي ألفين مقاتل داعش فقد تبقوا في آخر معاقل الجهاديين في البلاد